رغم الأصوات المطالبة بتأجيلها بسبب عدم جاهزية البلاد أمنياً وسياسياً لتنظيمها فقد بدأت ليبيا رسمياً في السادس من الشهر الجاري عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقعة عام 2018 في تطور سياسي لافت يضع على المحك إمكانية قبول الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا تبادلاً سلمياً للسلطة وقبولاً غير مشروط بالنتائج التي تسفر عنها الانتخابات بعد تجارب سابقة أدت إلى تعدد الأجسام التشريعية وانقسام في الأجهزة التنفيذية مما هدد وحدة البلاد وسلامة أراضيها ودفع إلى توسع حدة الصراع الداخلي وما رافقه من تدخلات إقليمية ودولية سجلات المفوضية العليا للانتخابات توضح أن الثلث عدد الليبيين المؤهلين لخوض العملية الانتخابية مسجل في سجلات مفوضية التي أكدت سعيها إلى إشراك أكثر عدد من المواطنين في العملية الانتخابية من أجل ضمان نسبة مشاركة كبيرة في أي انتخابات قادمة من خلال دعوة المواطنين للتسجيل حيث لا تضم قاعدة بيانات المفوضية العليا للانتخابات التي لم يتم تحديثها منذ عام 2014 سوى مليون ونصف من الناخبين فقط الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لدى ليبيا أكدت أن هناك شروط يجب أن تتحقق كي تنجح الانتخابات وتكون ذات مصدقية فالانتخابات لحل القضايا العالقة وليس لتفاقمها ولا بديل عنها وفي حال فشلها فالبديل هو الانتخابات مرة أخرى وفي سبيل ضمان نجاح الانتخابات يرى المبعوث الأممي غسان سلامة ضرورة ضمان تسجيل الناخبين وتأمين مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين إضافة إلى شرط تشريعي يتعلق بسن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية إلى جانب الشرط السياسي وهو قبول الأطراف الليبية كافة مسبقة بنتائج الانتخابات ولا يزال موعد إجراء الانتخابات محل جدل في ليبيا حيث يدعو شق من الليبيين بمن فيهم بعض الأطراف السياسية إلى ضرورة التعجيل بتنظيمها من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها منذ سنوات بينما يرفض البعض الآخر إجراءها العام المقبل بسبب عدم التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد فضلا عن غياب الاستقرار الأمني ترجمة نانسي قنقر